اهلا بكم مشاهدي تلفزيوني اليوم السابع 12 اقتصادية جديدة والنهاردة هنستعرض معاكم مجموعة من الاخبار المهمة من امها الذهب الذي يسجل 2250 جنيه لعيار 21 بالاضافة الى تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر وهنقول معاكم تفاصيل حركة الترقيات اللي شهدتها شركات البترول بقرار طرق الملة وزير البترول النهاردة نبدأ معاكم النشر الاتصادية النهاردة من خبر الذهب اسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل في مستهل تعاملات الاسبوع 2250 جنيه وطبعا بتشهد اسعار الذهب اليوم الاسنين من مستهل تعامل الاسبوع استقرار ملحوظ عنده 2250 جنيه وده تقريبا نفس السعر اللي كان نفس العيار انتهى عنده خلال الاسبوع الماضي وطبعا عيار 21 هو العيار الاكثر مبيعا والاخسر تدولا في مصر في حين يشهد السعر العلامي لزهب ببوض دون 1900 دولار ولتظل الانصة قربة ادنى مستوى لها بخمسة اشهر بسبب ارتفاع عائد السندات الامريكية نستعرض معاكم اسعار الذهب النهاردة عيار 21 بسجل 2571 جنيه وعيار 21 بسجل 2250 جنيه عيار 18 بسجل 1929 جنيه ويهي الجنيه الدهب يرتفع ليصل الى 18000 جنيه بعد انخفاض طوال الفترة الماضية وهو طبعا انخفض من مستوى فوق ال 22000 جنيه ايضا خلال الفترة الماضية من خبر الزهب ننتقل الى خبر مهم لعاصم الجزار وزير الاسكان وزير الاسكان بيعلن بدء تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر بمنطقة ارض المعارض بالقاهرة الجديدة علنا الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بان جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الاحد بعد المقبل الموافق 23-23 وحتى يوم الاربعاء الموافق 13-29-23 تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بمنطقة ارض المعارض المنطقة الاولى مسلسل رقم 3-4-5 للمرحلة الاولى ومسلسل رقم 2 ده طبعا مهم جدا بالنسبة للمواطنين اللي حاجزين علشان يعرفوا مواعيد التسليم وذلك من المراحل التالية للمرحلة الاولى وذلك في مواعيد محددة وفقا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة ده خبر مهم بالنسبة للناس الحاجزين من هذا الخبر بننتقل الى خبر مهم اخر لأحمد سمير وزير التجارة والصناعة اللي بيأكد حرصون على تحقيق التكامل مع دولة تاترستان والتصدير لأسواق دول الاتحاد القرسي طبعا دولة تاترستان دي احدى دول الاتحاد القرسي ودولة مهمة جدا في الصناعة التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أوليج كورنشيكو نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة بجمهورية تاترستان التابعة لدولة روسيا للتحادية الذي يزور مصر حاليا كان الوزير اهمية تشجيع الحكومتين الشركات الصناعية في البلدان على تحقيق مفهوم التكامل الصناعي في عمليات الانتاج بما يسمح بتصدير هذه المنتجات الى اسواق دول تجمع الاتحاد القرسي مستفيدة من اتفاق التجارة القرى المزمع إبرامو بين مصر ودول التجمع هذا واشار الوزير الى اهتمام الدولة بتنمية صناعة السيارات من خلال وضع استراتيجية جديدة تقوم على تقديم حوافز كبيرة لهذه الصناعة مشيرا الى اهمية دراسة امكانية تصنيع مشترك للسيارات من خلال توريد المكونات الرئيسية من تاترستان واستكمال صناعة السيارة في مصر اعتمادا على الامكانية الجيدة للصناعات المغذية للسيارات حاليا في مصر بالاضافة الى التوسع في تصدير السيارات الى السوق الافريقى الضخم والاستفادة من اتفاقية التجارة القرى القرية بين مصر ودول القرى الافريقي هذا وانا وهالوزير الى ان هناك اهتمام من الدولة في المرحلة الحالية بتصنيع عدد كبير من المنتجات والخمات ما يقارب 152 بند 152 بند طبعا بيتم استرادهم من الخارج وبالتالي من المهم تصنحهم خلال الفترة المقبلة فيها الداخل ووجه الوزير الدعوة الوافد جمهورية تاترستان للمشاركة في المشروع الجاري دراساته حاليا لإقامة مركز دوجيستي دولي للحبوب في ميناء ضميات او احد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة سويس هذا دعو من جانبه اكد اوليك كورينشينكو نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة جمهورية تاترستان اهمية هذه الزيارة التي تضم كبريات الشركات العاملة في مجالات البترول والغاز والشاحنات والمركبات الثقيلة ومنتجات الالبان والمؤدات الطبية حيث تسعى هذه الشركات لاستمرار وتعزيز التعاون مع الجانب المصري ودراسة فرص الاستثمار في مصر بمشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحوار قناة السويس وأشار إلانه يجرى حالياً دراست إمكانية تصنيع مضخات المياه في مصر نرحب الوزير بهذا المشروع الذي يتزامن مع إعلان رئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً عن مخطط لزيادة كبيرة في الرقع الزراعية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي الوطني والإقليمي بالتعاون مع بعض الدول العربية من هذا الخبر بننتقل إلى خبر مهم آخر وخبر بهم كل رؤساء شركات البترول والعاملين بالقطاع خبر يتعلق بترقيات الشركات البترول الوزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكلفات رؤساء شركات قطاع البترول ونوابه أصدر المهندس طارق المولة وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكلفات شملت رؤساء ونواب وأعضاء منتدبين لشركات قطاع البترول من بينهم المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح رئيساً لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وتعين المهندس محمد عبد الفتاح عبد العزيز خضير نائباً لرئيس الشركة للتخطيط ومشروعات الغاز وتنمية الأعمال وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إجاس وما تم تعين المهندس محمد علي محمد عبادي نائباً لرئيس الشركة لتحول الطاقة والاستدامة بالشركة المصرية للغازات الطبيعية إجاس وتعين المهندس محمد عبد المنعم صالح نصر نائباً لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبترول ديموية كما ضمت الحرقة المهندس وائل محمد محمد رزق عيش رئيساً لمجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول والكيميائي صلاح جابر رزق رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور والمهندس خالد إبراهيم محمد حسن رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مصر للصيانة الصان مصر والمهندس إبراهيم عبدالوهاب إبراهيم مطاوع رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأسكندرية للصيانة البترولية بيترومين كما شمرت الحركة تعيين المهندس سيد الراوي محمود عبدالله رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبترو كيمويات للإضافة إلى تعيين المهندس أحمد محمود محمد السيد رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة مبكو وتعيين المهندس محمد السيد صبح منصور عامر رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأسكندرية للإضافات البترولية كما شمرت الحركة تعيين الكيميائي هشام رياض حسين سليمان رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ورئيسا لمجلس الإدارة لشركة المصرية لإنتاج الإثلين ومشتقاته وتعيين المهندس هشام عبد الحميد لبيب رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهريق وخطوط أنابيب البترول كما شامرت الحركة تعيين المهندس محمد عبد الرازق محمد السعداوي عضواً منتدباً لشركة البحر الأحمر الوطنية للبترو كيمويال دي كانت أبرز الأخبار اللي موجودة النهاردة في النشرة الاقتصادية واللي بدأناها معاكم بأسعار الذهب المستقرة خلال هذه الفترة بالإضافة طبعاً إلى خبر مهم جداً عن الألاقات المصرية التاترستانية واستعداد تاترستان لتصنيع مضخات المياه في مصر علاوة على خبر ترتيات والتعينات الجديدة لوزارة البترول كان معكم عبد الحليم سالم والتقيكم في نشرات اقتصادية جديدة